اهلا بكم في حلقة جديدة من الصوم في حياة شخصيات كتابية النهاردة ناخد شخصية جميلة قوي شخصية حنة بنت فنوئيل من صب تأشير حنة دي كانت أرملة 84 سنة الكتاب المقدس قال عليها تعبير جميل قوي مهم جدا نقف عنده الأول قال كانت نبي حنة بنت فنوئيل من صب تأشير متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا يعني هي 84 سنة أرملة مسكة في الهيكل ومرتبطة بالصوم مرتبطة بالصلة طول حياتها فهنا الصوم بالنسبة ليها كان أمان وحماية وسطر وصيانة هو اللي حافظ التجربة بتاعتها هي تجربة تجربة صعبة قوي إنها تعيش بدون زوج وده يعني فيه تجرب كتير كلنا بنكتسح تجرب كتير في حياتنا لكن هي قدمت لنا نموذج حلو قوي إزاي الإنسان يبقى يحافظ على نفسه في التجربة الصعبة تمسك في الهيكل تمسك في بيت ربنا ترتبط بالصوم والصلة باستمرار لأن طبعا الصوم ببساطة كل ما الإنسان بيصوم كل ما بيراجع نفسه كل ما بيقاله جلسة مع نفسه جلسة مع ربنا كل ما بيدخله العمق أكتر كل ما بيقرأ فيه كلمة ربنا أكتر كل ما بيعيش الصلة أكتر فكل فترة صوم هي فترة مراجعة فترة تقويم فترة تنقية من أي شوائب ممكن تيجي لو ما فيه الصوم خالص ممكن الإنسان مع الوقت يضحك عليه الشيطان وممكن تدخل حاجات كثيرة غريبة لحياته لكن حرص الإنسان على الصوم معناها حرصه على تجديد حياته على الوقفة مع النفس فهي حفظت على الصوم ده 84 سنة مسكة مرتبطة لا تفرق الهيكل عابدة بأسواع من وطلبات لا لون النهار عشان كده العطية جميلة أوي اللي خدتها في الآية اللي بعدها أي 38 فهي في تلك ساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين في داء في أورشاليم أي إنسان بيمسك في ربنا وبيمسك في الهيكل وبيمسك في الصلاة وبيمسك في الصوم أكيد في ربنا بيدي له نعمة كبيرة وعطاية كبيرة وعوضه كتير قوي عن أي تعب وأي معاناة وأي ألم اكتازه في حياته فحنة بنت فنويل قدمت لنا نموذج إن الصوم لنا حماية الصوم ستر الصوم صيانة الصوم أمان إن إحنا في ظل تجاربنا الصعبة وفي وقت الألم والضيء والتعب لما نمسك في بيت ربنا ونمسك في الصلاة ونمسك في الصوم ده بيحفظ سفينة حياتنا ويقودنا إلا بر الأمان لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين موسيقى